اشتركوا في القناة وضح المعنى تماما أن تعدل لا تعدل وهكذا تجد أن كثيرا من المقدرات الموجودة هي لإيضاح المعنى وأحيانا إذا لم تقدر يفسد المعنى خاصة يا دكتور عبد العزيز في القضايا العقدية الله أعلم حيث يجعل رسالة في كلام العرام أفعل التفضيل لا ينصي حيث لا تتصرف تدل على الظرفية إذا أخذنا بأنها ظرفية معنى ذلك أن علم الله سبحانه وتعالى نعم حد في هذا المكان وعلم الله لا يحد وإذا أخذنا بأعلم بأنه اسم التفضيل معنى ذلك أن علم الله يتفاوت بتفاوت الأمكنة جاءه الفساد العقدي فاضطر القوم إلى أبو علي إلى التقدير راح قدر قال لك حيث هنا ليس الظرفا هي مفعول به مبنى على الظرف مفعول به لفعلا محذوب تقديره يعلم وهفيها لمحة جميلة جدا أن النحاعة باقرة يأخذون من الأسلوب نفسه مما هو في الجملة يحاولون أن يأخذوا المقدر وخطر ببالي أيضا ما فعل خلافهم حول مجيء الجملة الماضوية حالا من غير قد أو جاءوكم حصرة صدورهم راحوا استدلوا بقراءة الحسن البصري أو جاءوكم حصرة صدورهم فقالوا هذا الموضع موضع حال إذن الجملة هنا حالية ولألا يقع التنافي بين الحال والماضي بالزمان لا بد من قد المهم أنه يحاولون دائما استيحاء المقدر من من مضمون الجملة نفسها